اشتركوا في القناة 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 ده شكل المصباح بتاعي. والمفروض ان انا هغزيه بالطيار الكهرابي من المنبع اللي جاي ده. وهنا البواط بتاعي او العلبة بتاعتي اللي انا بتكلم عنها. وهنا المفتاح المفرد اللي موجود اللي انا بتغطيه علشان او ايقاف لللمبة بتاعتي. آآ نقطع مع بعضنا نبص الرسمة كده نلاقي ان ده السؤال او دي الدايرة الخطية. ده الرمز اللي المفروض ان ما حضرتك آآ هيجي لك. وانت حضرتك تتعامل معاه. بيقول اللي هنا ان الدايرة داخلها طرفين. اشتركوا في القناة 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 بس اللي فاضل اهو وعندي طرف فاضل من اللمبة فخلاص ده هياخد ده وشكرا يبقى كده الدائرة بتاعتي اكتملت يبقى انا هنا وصلت المنبع والمفتاح واللمبة بتاعتي وكونت حاجة اسمها دائرة كهربائية ليه حضرتك بتسميها دائرة كهربائية في الاول بس عايزين نعرف منك الكلمة دي انت قلتها ليه لان كلمة دائرة كهربائية لما حب يتكلم عنها قال ان الطيار بيبدأ من نقطة ويرجع تاني لنفس النقطة بتاعته يعني الطيار هنا بدأ من اللاين دخل على المفتاح ثم بعد ذلك رجع مرة في المصباح ورجع للمنبع مرة تانية تمام طيب احنا عايزين بقى ان خلصنا الدايرة بتاعتنا من المفترض ان احنا في حاجة اسمها علبة التفريع او البواط البواط بتاعنا علشان يركبوا بركبوا ازاي بركبوا دايما على الاماكن اللي السلك اه حصل فيها عملية لحام او بالبلد كده التانى اتفرع يعني عشان كده بيسميها لي علبة التفريع طيب علبة التفريع دي نعملها ازاي هي اصلا بتكون مربع او مستطيل على حسب المساحة اللي موجودة قدام حضرتك تمام فانا بالنسبالي مسلا يعني انا ممكن اعملها مستطيل او مربع كامل او ممكن اعمل آآ شورات كده تمام بهذا الشكل بحيس ان انا اكون مميز شكل البواط بتاعي ما دول في عندي نقطة كده يبقى انا بقوله ده شرطة ونقطة على اساس ان انا اميز شكل البواط بتاعي اللي موجود قدام حضرتكم علشان يبقى شكله مميز عن خطوط الدائرة بتاعتني يبقى العلبة دي اللي هي علبة التفريع اللي انا بتكلم عليها يا شباب هي اللي بعمل جواها عملية اللحام ما تنساش ان انت ممكن تكون معرض لان الدائرة اللي قدامك دي تقدر تعمل فيها حاجة تانية يعني اضف لها مثلا بريزة اضف لها اه خط تقريب زي ما هنشوف كمان شوية علشان كده لازم نعرف ازاي نتعامل مع الدايرة بتاعكم تمام طيب الدايرة دي احنا خلاص رسمناها ونفزناها عايزين نعرف منك لو سمحت هي بتشتغل ازاي انا عندي هنا النيوترول واصل مباشر على المصباح وعندي هنا اللي المواصل مباشر على المفتاح لكن في الوضع ده اللي قدام حضراتكم المفتاح هنا نورمالي اوبن مفتوح مش ملمس اصلا وبالتالي الدايرة بتاعت ما اكتملتش وما راحش طيار للامبة بتاعتي فعشان كده اللامبة ما نورتش طيب مجرد ما حضرتك بتضغط على الريشة دي كده وتبدأ تلمس الريشة بتاعتك بهذا الشكل يبدأ يمر الطيار بتاعك اللي جاي من المنبع اللي جاي من هنا ده كده ويبدأ ينزل هنا يدخل جوه المفتاح ويطلع مرة تانية يدخل فين يكمل مصار ويدخل في اللامبة يبقى كده الطيار دخل في اللامبة بتاعتي ورجع يكمل تاني يرجع للمنبع مرة تانية وبالتالي يبقى الدايرة هنا اكتملت كهربيا وحصلت على اللي انا عايزه في ان عملية النارة بتم لان ده مفتاح فبيفضل في الوضع بتاعه اللي هو الان ده لحد ما اضغط عليه مرة تانية عشان تحول من الان الى الى القفل يبقى هنا انا قدرت انافذ الدايرة بتاعتي بالشكل اللي موجود قدام حضراتكم ده وقدرت اكون او اعمل دايرة عبارة عن منبع ومفتاح مفرد ومصباح تمام نرجع بقى مع بعضين نبص على اه دايرة كمان بدل ما نعمل دي هنعمل دايرة تانية اللي هي دايرة المصباح ومفتاح لكن هنزود هنا حاجة اسمها الحماية الارضية ايه الاختلاف يا مصر اللي موجود لو سمحت الاختلاف هنا زي ما حضراتكم شايفين ان المنبع هنا داخل فيه خطين ونص شايف النص ده ده نص مش مانسي ولا حاجة هما دول خطين فعلا والمنتصف ده او النص ده كده بيمثل خط تالت اللي هو الجديد بقى اللي هو اسمه الارضي او الحماية بتاعتي برضو نزلين اتنين ونص على المفتاح المفرد وكمان رايح اتنين ونص على اه المصباح بتاعي يبقى الدايرة نفس الدايرة اللي فاتت كل اللي هيزيد عندي هنا سلك تالت اللي هو النص ده وده اللي احنا هنعرفه مع بعضين طيب ننفزه ازاي هتلاحظوا هنا ان نفس الدايرة اللي فاتت بالزبط بس كل اللي انا عملته ان انا هنا حطيت المفتاح بتاعتي داخل علبة يعني ايه يعني المفتاح المفرد بتاعي شايفيني المفتاح ده عملت له علبة هي اللي هي علبة التقريد بتاعتي وحطيت كمان المصباح جوه علبة العلبة هنا بتمثل الاطار المعدني اللي موجود حوالين المصباح بتاعي فعشان انا ما يحصل ليش صعخة كهرابي يعني ملمس الحاجة واتكهرب زي ما بيحصل في بعض الاجهزة اللي عندنا فانا هنا بعمل حاجة اسمها عملية تقريط بوصل الجسم المعدني اللي حوالين اللمبة الاطار المعدني ده كده بخط اسمه خط الحماية او خط التقريط الخط ده بنسميه البي اي وفيه ناس بتسميه ام بي ليه كذا مصطلح او كذا مسمى بنميزه دايما في الدايرة الخطية بان هو يكون خط ونقطة او شرطة ونقطة علشان يكون مميز عن خطوط الدايرة الكهربائية يبقى هنا بصينا على الدايرة الخطية وقالنا ان ما فيش اختلاف ما بينها ما بين اللي فاتت غير انه كل خط من الخطوط بتاعتي كام شرطتين ونص وفي الدايرة التنفيذية تقريبا نفس الدايرة لكن فيه خط تالت ظهر معانا وزاد معانا في الدايرة التالية طيب بعد اذنك بقى عايزين نشوف الكلام ده احنا هنعرف ننفيزه ازاي اه لو بصينا مع بعضينا هنا على الداة هنلاقي ان الدايرة اللي فاتت دي بالزبط اللي احنا بنتكلم عنها موجودة وفيها كل حاجة بس هنزود عليها بس شوية مكونات ازاي بصوا معايا لو سمحتوا هنعمل نفس الكلام يعني ايه يعني هعمل ادي المصباح بتاعي اهو تمام يبدأ المصباح بتاعك اهو برضو احط ه جوه دايرة اه معايا طالع منه كم طرف طرفين ادي طرف وادي الطرف التاني معايا لو سمحتوا على الداة ادي المفتاح المفرد ادي نقطة ادي اتنين ادي الريشة بتاعتي وبعد كده عندي ده الزرار اللي انت بتطغط عليه علشان تحوله من الان للوف بالضغطة بتاعتك عندك هنا المنبع بتاعك الطرفين بتوعك اللي يكونوا موجودين هتلاحظوا هنا ان انا هنا كنت مدية المسافة ما بين النيوترال والليل لان انا ما عنديش حاجة هنا في المنتصف لكن هنا عشان انا عارف ان في خط تالي هيضاف اللي هو الحماية فوسعت ما بين الطرفين بتوعي تمام كده يبقى هنا المكونات حطناها ادي النيوترال و ادي المفتاح و ادي المصباح بتاعي اتفقنا اتفاق فاكرينه اه اللي هو ايه النيوترال بيدخل مباشر يكمل ديالته عادي جدا ويطلع ياخد اول طرف من اللمبة بتاعتي وحتى لو كان عندي اكتر من لمبة هعمل نفس الكلام ما عنديش مشكلة خالص رقم اتنين ان اللاين بيجي نازل على الطرف الاولاني اللي تحت ده في المفتاح تمام اه ممكن حد من حضراتكم يقول لي طيب لو سمحت يا مصر ما نغد ده هقول لك ان انا دايما بدور ان انا ما يحصلش تقاطع ما بين الاسلاك بتاعتي وبعضها فلو حضرتك دخلت الخط ده هنا معناها ان انت يا اما هتلف كده فوقين بعضيهم وده ما انا ما بحبوش يا اما حضرك هتبطر انك تاخد النقطة دي وتعدي فوق الريشة بتاعتك طيب ما هو الاسهل بالنسباني ان انا اخد النقطة الاولانية اللي جاية من دي وادخل فيها مباشرة او ادخل بها مباشرة على الريشة بتاعتي او على النقطة بتاعتي يبقى انا هنا كسبت ايه كسبت ان حصلش تقاطع ما بين الاسلاك وبعضها احنا اعتبر لحد دلوقتي بننفذ الدائرة اللي فوق الدائرة الاولية اللي هي مفتاح مفرت مع مصباح هنعمل ايه خلاص انتم عارفين قلناها من شوية هناخد الطرف التاني ده كده واطلع به ويجي رايح يدخل فين ياخد الطرف التاني من المصباح بتاعي كده انت حضرتك نفس الدائرة اللي فاتت ما فيش اي اختلاف ما بينها وما بين الدايرة دي بالزبط اه فعلا انت كلامك مزبوط لكن احنا انا هنبدأ نضيف او هنبدأ ندخل دلوقتي في الموضوع ان انا هعمل علبة العلبة دي هحط جواها مفتاح ادي العلبة بتاعتي اهي تمام ادي العلبة بتاعتي وكمان المصباح بتاعي هعمل علبة حواليه علشان اقدر اقول ان الاتنين دول انا حطيتهم جوا اطار معدني عشان خاطر اوفر لهم الحماية طيب الحماية بتاعتك دي هتدخلها انت في الدائرة ازاي سهلة جدا ما بين النيوترال وما بين اللاين احنا هندخل الطرف التالت هنسميه بي اي وانا هنا لما سميت سميت بناء على الدائرة الخطيئة اللي موجودة معايا لان الدائرة الخطيئة هي بالزبط السؤال فانت بتسمي بناء عليه تمام البي اي بيكون شرطة طويلة كده ونقطة زي ما انتو شايفين وافضل مكمل مكمل لان انا عندي الحماية هتوصل لمين هتوصل للمصباح ابدأ انزل بالسلك بتاعي بهذا الشكل واعمل عملية الاي واعمل عملية اللحام يبقى هنا او خط الحماية وصلته على الاطار المعدني اللي موجود معايا طيب المفتاح هتعمل في اي برضو هو الصلح مية ازاي هاخد من هنا كده مشترك شايفين دي نقطة ديه كده عملت هنا نقطة ايه نقطة اتصال تمام فرق ما بينها وما بين المفتاح ان دي مظللة وان دي مفتوحة صح كده طيب ليه بقى لان النقطة اللي فوق اللي هي المظللة دي اللي موجودة قدام حضراتكم دلوقتي معناها ان ده هيكون الاتصال دايم ومكمل معانا واحنا كنا قلنا الكلام ده ان قلنا الفرق ما بين الاتصال الدايم والاتصال الموقت اما النقطة اللي موجودة في المفتاح دي او موجودة في اللمبة بتاعتي فدي بتبقى عبارة عن مصمار اقدر بالمفك بتاعي افك واربطه ميت مرة من غير ما يحصل عندي اي مشكلة في الدايرة بتاعتي طيب هنعمل ايه دلوقتي هننزل شرطة هاو نقطة شايفين ايوة وجي نازل ووصل على الجسم المعدني بتاع الاطار او بتاع العلبة بتاعتي يبقى هنا الفرق ما بين الدايرة والاولى ان الاولى كانت مفتاح مفتاح مفرت تمام ومصباح طيب الدايرة اللي تحت يا مستر الدايرة اللي تحت يكون عبارة عن ايه برضو مفتاح مفرت ومصباح زي اللي فوق لكن ايه ها مع الحماية الارضي مع الحماية الايه مع الحماية الارضي يبقى هنا احنا عايزين بس نوصل فكرة للناس ان اي دايرة كهربية ينفع عملها من غير حماية او ينفع اعمل او انفذ نفس الدايرة بتاعتي واضيف ليها الطرف التالت اللي هو بيمثل مين اللي هو بيمثل الحماية الارضية بتاعتي تمام يبقى نقدر نقول يا حضرات ان الدايرة الواحدة اقدر اضربها في اتنين مرة بعملها اه بدون حماية ومرة بعملها في حماية انا نفستها هنا في دايرة سهلة زي دايرة المفتاح والمصباح بحيث ان حضرتك ولكن اعتبر ان دا التقويم او الواجب اللي مطلوب منكم بعد ما تشوفوا الحلقة ان شاء الله كل الدوار اللي انا اشتغلها النهاردة هتنفذوها مرتين مرة بدون حماية ومرة مع الحماية تمام نروح مع بعضينا نشوف ونكمل دايرة جديدة الا وهي دايرة مصباحين على التوازي هنا بيكلمني انه ازاي ينفذ دايرة مصباحين على التوازي انا محتاج اضاءة قوية في المكان فعلشان احط الاضاءة القوية دي محتاج ان انا احط اكتر من الاصباح وليكن اتنين المصباحين اللي انت حضرتك تحطهم دلوقتي دول هيشتغلوا ازاي مع وده برضو السؤال او النقطة اللي احنا عايزين نكون عارفينها ازاي حضرتك هتنفذ اه اه مصباحين على اه التوازي تمام وتشتغل بيهم ونشوف مع بعضينا القصة دي هتتم ازاي هتلاحظوا هنا معايا ان المنبع داخل منه طرفين معايا ثم بعد ذلك عندي بواط نزل منه طرفين للمفتاح المفرد وبعد كده عندي هنا المفتاح بتاعي اه طالع منه طرفين واحد منهم للمنبع والتاني للمصباحين المصباحين هنا بيتوصلوا على التوازي الكلام ده ننفذه ازاي اهو الجزء الاولاني بيتكرر معايا اللي هو ثم عندي هنا اه المفتاح المفرد بعد المفتاح عندي هنا مين عندي المصباح الاولاني والمصباح التاني. طيب. يلا ننفس الكلام ده مع بعضينا. هنيجي هنا على الداتا. هنلاحظ حضراتكو ان احنا زي ما اتفقنا. انا بكت المكونات بتاعتي. ادي المصباح الاولاني. لطرفين. وادي المصباح التاني لطرفين. تمام? كل مصباح من دول. انا بقى اخطه دايرة. يعني عايز اقوله ان دي اللمبة بتاعتي. عندي هنا مفتاح واحد بس. ادي مفتاح ليه طرفين. وادي الريشة بتاعته. لانه هو مفتاح مفرت. كويس. وعندي هنا مصدر الطيار اللي هم الطرفين بتوعي. اللي هو النيوترال ومين واللاين. ما عنديش هنا تقريض او ما عنديش حماية فانا عملت الطرفين من غير ما سيبنا بينهم المساحة اللي احنا كنا بنسيبها المرة اللي فاتت. طيب فاكرين احنا كنا بنشتغل ازاي? ها حد يفكرني كده. النيوترال بيروح فين? احسنتم برافو عليكم. النيوترال هنا فعلا بيكمل الدايرة بتاعتنا وروح ياخد الطرف الاولاني في المصباح بتاعي. طيب اللي بيروح فين? بينزل ياخد اول طرف موجود في المفتاح. يبني هنا دخلت اللي على المفتاح ودخلت النيوترال على اللمبة بتاعته. طيب انا لسه لحد دلوقتي مش شايف المصباح ده. يعني اعتبر ان هو اصلا مش موجود. يعني انت بترسم برضو في الدايرة الاولى اللي احنا كنا اخذناه. طيب هنعمل هنا ايه? بدل ما احنا آآ آآ كنا بنشتغل ونقول ان احنا لسه هنعمل لمبة جديدة. لا اتعامل مع اللمبة القديمة. وصلها زي ما هي المصباح بتاعك اهو. تمام? خدنا الطرف التاني من آآ المفتاح ودخلناه على اللمبة. وبكده ابقى انا ضمنت ان انا شغلت المصباح الاولاني بتاعي. طيب انا محتاج ان انا اوصل المصباح ده على التوازي. اعمل ايه? كل اللي انت هتعمله انك هتطلع هنا تعمل لي مشترك. يعني تاخد الطرف الاولاني هنا مسلا من الطرف ده. والطرف التاني تجيب له من الطرف اللي فوق. يبقى السلكين دول اللي رايحين للمصباح الاولاني حضرتك اخدتهم هنا بالشكل ده. وبالتالي قدرت تحصل عليه. طيب احنا في الدائرة الخطية ممكن آآ يقول لنا ان كل مصباح في علبة او في بواطل واحده. او ممكن الاتنين دول يحطوهم تحت بعضيهم. يعني فلنفترض انه عنده بواطة واحد بس. اللي هو البواط اللي هيكون هنا ده. تمام? اللي هو ده كده. البواط ده بقى انا عايز تطلع منه للمبتين مباشر. من غير ما احتاج ان انا اعمل زي الرسمة دي اعمل تفريعة جديدة واعمل بواط جديد. بدل ما انا عندي اتنين بواط. انا محتاج يكون عندي بواط واحد بس. وفي نفس الوقت برضو بدل ما هم لمبتين على التوازي. انا عايز اكتر من لمبتين. عايز احط تلاتة. عايز احط اربعة. عايز احط عشرة. انا محتاج قوة اضاءة معينة في المكان اللي انا بشتغل فيه. ممكن اكون انا عايز اصمم اضاءة المخزن او لوارشة او لمكان محتاج فيه اضاءة عالية. نعمل ايه? عادي جدا. فاكرين الرسمة بتاعة المفتاح المفرد. ارسموها زي ما هي بالزبط. انت متأكد يا مستر? اه متأكد. ازاي? يعني هيبقى عندك هنا مصباح. قادي المصباح ليه طرفين. تمام? هيبقى عندك هنا مفتاح مفرد. قادي المفتاح ليه طرفين اهم. وقادي الريشة بتاعتي. بيبقى عندي هنا مين المنبع? قادي النيوترل. وقادي اللاين. النيوترل واللاين بيعمل فيهم ايه? ايوان احسنتم. النيوترل هنا واللاين بيخشوا زي ما قلنا كل مرة. النيوترل على المصباح مباشرة. واللاين يدخل معايا على المفتاح المفرد بتاعتي. تمام? طيب. بعد اذنك الطرف التاني يروح فين? ها? بيتكي داخل مباشر ويدخل على المصباح. يبقى احنا لحد ما احنا وقفين كده احنا بنتكلم على مصباح واحد مع مفتاح مفرد صح? عايزين نخلي بقى المصباح ده اتنين وتلاتة واربعة وخمسة وعشرة نعمل ايه? كلمة على التوازي معناها ايه شباب? معناها ان المصابيح اللي عندي كلها تبقى نفس البداية ونفس النهائي. ازاي? يعني لو انا عايز اضيف مصباح كمان ايه دي المصباح بتاعي اهو. ايه دي الطرفين بتوعه. لو انا عايز اضيف تلاتة. عايز اضيف اربعة. عادي جدا. ضيف العدد اللي انت حضرتك عايز. كلهم هياخدوا نفس البداية. يعني كلهم ايه? بداية واحدة اهو. وكلهم ياخدوا نفس الايه? النهائي. فالمصباح اللي كان هيشتغل ده زي ما هو كان هيشتغل مجرد مضغط على الريشة بتاعت المفتاح بتاعي. لا انا ايه اقدر اشغل اكتر من مصباح. يبقى دي هنا? عندي هنا لمبتين على التوازي. لمبتين على الايه? على التوازي. هنا بقى وكم لمبة بقى? هنا عندي اربع لمبات. برضو على الايه? على التوازي. يبقى هنحتاج دي هنحتاج التوصيلة دي حضرات. لما العميل يجي يقول لي بعد اذنك انا المكان عندي واسع ومحتاج اضاءة قوية في المكان ده. فبعد اذنك بدل اللمبة دي او بدل الكشاف ده انا عايزك تحطي لي اتنين او تلاتة او اربعة او ايا كان العدد اللي هو عايزه. يبقى قولنا بنفس توصيلة عادية جدا زي ان احنا عملناها. ونزود عدد المصابيح على حسب مين? على حسب الدايرة الخطية اللي موجودة معنا او اللي هو في الامتحان بتاعي. تمام? يبقى كده عرفنا ازاي نوصل او نرسم لمبتين على التوازي. وعرفنا انه احنا لو حبينا نطور في الدايرة نفسها وفي التوصيلة نفسها. وبدل المصباحين يكونوا اكتر من اتنين تلاتة اربعة عشرة. هنعمل ايه? هنرسم واحد بس. ونبدأ نرس آآ باقي عدد المصابيح اللي هو طالبها مني آآ تحت المصباح الاولاني اللي انا اصلا موصله مع المفتاح المفرد بتاعي. وابدأ بعد كده اقول ان مجرد ما هضغط ضغطة واحدة على المفتاح هيمر الطيار بتاعي ويدخل يغزي الاربع لمبات في نفس الوقت. لاحز معايا اهو الاربع لمبات بيتغزوا في نفس الايه? في نفس الوقت. احنا اصلا قلنا ان احنا دايما النيوترال بيدخل مباشرة على اللمبات. يعني كل اللمبات عندي هنا بتاخد الارض بتاعي بصورة مباشرة او بطريقة مباشرة. يبقى احنا كده كمان عرفنا دايرة جديدة وعرفتنا ازاي كمان نعدل فيها او نطور فيها على حسب طلب العميل اللي هو بيطلب مني الافزه هذه الدوائر. نرجع تاني نبص على العرض بتاعنا ونلاقي ان احنا هنا هنتكلم على دايرة جديدة. اه معايا هنا لو سمحتوا على اللاب. اه لمبة اللي هي اللمبة بتاعت اه النيون بيسموها لمبة النيون. اللمبة الكبيرة بتاعتي. هنا يختلف بس الرمز بتاعها في الدايرة الخطية. اه عشان بس نبقى عارفين ان هي نفس التوصيلة اللي فاتت. مفيش مشاكل خالص او مفيش اي اختلاف. بس كل الحكاية ان بدل ما هناك كان دايرة هنا مستطيل. تمام? وجواه حرف الاكس. لكن في الاخر هي لامبة لها طرفين. اه جايين من البواط. وعندي هنا برضو المفتاح بتاعي مفتاح مفرد. تمام? طيب. الكلام ده هننفزه ازاي تنفيذية لو في الدائرة التنفيذية? ها قلنا عندي المنبع. النيوترى يدخل مباشر على اللامبة. واللاين بيدخل على المفتاح المفرد. والطرف التاني من المفتاح يوصل يروح عند مين? عند المصباح بتاعي اللي هو المصباح الفلوروسينت. ازا هنا احنا بنتكلم في اه الدايرة اللي قدامنا. لكن عايزين نعرف من حضرتك ازاي هننفز الدايرة دي او ازاي نتعامل مع الدايرة اللي موجودة قدام حضرتك. نبص هنا مع بعضين على الداتا. نقول كالعادة ان احنا دايما اتفقنا ان احنا بنرسم المكونات بتاعتي. في المكونات هنا انا عندي ايه يا شباب? بيبقى عندي اللامبة نفسها اللي هو اللي بتنور معانا. وهنا بيبقى فيه في الاخر كده دايرة. من هنا فيها ملف شايفين ازاي? ليه طرفين? ومن هنا كده في ملف ليها طرفين. يبقى دي مين بقى? دي اللامبة نفسها. جسم اللامبة نفسه اللي بينور. اللي الضوء بييجي من. فعلشان اه حضرتكم تلاحظوا معايا هتلاحظوا معايا ان اللامبة بتاعتي هنا لها كم طرف? لها اربع اطراف. تمام كده? طيب. الاربع اطراف دول بنوصلهم ازاي? انا في الاخر اه عايز الدايرة بتاعتي يبقى خارج منها طرفين بس او اللامبة خارج منها طرفين اتنين بس. علشان هما دول اللي انا هشتغل عليهم او دول اللي انا هوصل عليهم. فبنعمل ايه? بنقول ان اول عنصر عدنا حاجة اسمها استيتر او بيسموه بادئ الاضاءة. بادئ الاضاءة ده شكله عامل كده اهو. تمام? بتبقى فكرته ان هو اللي بيبدأ الاضاءة بتاعت اللامبة بتاعتي. بيكون لي طرفين بوصله على اي طرفين يعجبوني. يعني ممكن اوصله على الطرفين اللي تحت زي ما انا عملت كده او ممكن تاخده على الطرفين اللي فوق. المهم عندي انك لما تيجي توصل لي بادئ الاضاءة ده اهم حاجة عندي انك توصل الطرفين من الجنبين. يعني ما تاخدش الاتنين من نفس الجنب بتاع اللامبة بتاعتي. تمام? يبقى احنا اول حاجة عملناها. جبنا اللامبة بتاعتنا. لقينا ان هي عندها او ليها اربع اطراف. طالع منها اربع اطراف. اخدنا طرف من اليمين وطرف من الشمال. ووصلناهم على حاجة اسمها بادئ الاضاءة. اوكي? طيب. بادئ الاضاءة ده احنا بعد ما وصلناه. من اسمه هو اصلا اسمه باين عليه. هو اللي بيقوم بعملية الايه? بيبدأ الاضاءة في اللامبة بتاعتي او بيعمل اصاره للامبة بتاعتي. طيب. الطرف التاني هنا عندك عبارة عن ايه بقى? الطرف التاني هنا باخد طرف من دول اي واحد مش هيفرق معايا سين لان احنا في الطيار المتردد ما عندناش قطبية. يعني مش فارق معنا اطراف. هاخد وليكن الطرف ده مسلا يعني. ودخلوا على حاجة اسمها ملف خانق. اسموها شباب خانق. الملف لانه هو ملف فبيبقى مظلل. زي ما حضراتكم شايفين كده. او انا بعمل تحتيه خطين كده عشان اميزه. واقول يخرج منه ايه? طرف. وايه دي الطرف التاني بتوع اللامبة بتوعي. يبقى انت هنا لما آآ رسمتي اللامبة مكوناتها في الاخر انا حصلت من عندك او منك على طرفين. ادي طرف ادي اتنين. ومجرد ما انت قدرت تتنفذ الدايرة بتاعتك بالشكل اللي قدامك ده او اللامبة بتاعتك يبقى انت حولتها هنا الى دايرة عادية جدا زي الدايرة اللي خدناها في بداية المحاضرة. ازاي? لان كل اللي انا هعمله هنا ان انا هاجي هنا جاي بالمنبع بتاعي. هادي الطرفين بتوع المنبع. اللي هم مين? النيوترال واللين. وهيكون عندي هنا المفتاح المفريد بتاعي. ادي المفتاح. و ادي الزرار اللي انا بضغط عليه. كل اللي انا هعمله اني هاخد النيوترال بتاعي ووصله مباشر على طرف من اطراف اللي راحل اللامبة. ثم بعد ذلك ها هوصل اللاين. خلاص انتم حافظتوا ما شاء الله عليكم. ادخل اللاين بتاعي على بداية المفتاح. والطرف التاني اللي خارج من المفتاح بتاعي هاجي واخده ورايح به على الطرف التاني اللي فاضل من اللامبة الفلوروسينت بتاعته. يبقى انا هنا التقفيلة دي اللي انا عملتها من جوة. ريحتني لان هي خلتني هنا بتعامل مع الرسمة اللي موجودة قدام حضراتكم بالشكل ده. وبالتالي انا قدرت احصل على توصيلة لامبة فلوروسينت. يبقى التوصيل اسمها ايه? توصيلة لامبة فلوروسينت. تمام? اللي هو بيسموها بالبلد كده ادرها. التوصيلة دي على فكرة زي ما انتم شايفين مفتاح مفرد مع لامبة واحدة. ممكن بدل ما تكون لامبة ممكن تكون او نمكن نعمل لامبتين على التوازي. بان احنا هنعمل نفس اللامبة دي كده وناخد الطرفين اللي خارجين منها اللي هما زي الاتنين دول ونوصلهم. اذا هنا انا اقدر انفز اي دايرة انا عايزها بان انا احط المكونات او رص المكونات بتاعتي في الدايرة. وبعد كده ابدأ انفز الكلام ده ووصله على حسب انا عايز ايه من الدايرة بتاعتي. تمام? يبقى احنا كمان شغلنا كله دلوقتي لحد النهاردة او لحد اللحظة دي كده احنا بنتكلم في المفتاح المفرد استخدمناه مع المصباح العادي استخدمناه مع مع الفلوروسينت استخدمناه كمان مع مصباحين او اكثر على اه التوازي. سؤال صغير بس احنا اه قبل بنتحرك من النقطة دي حضرات كنت قلت توازي ايه الفرق بين التوازي والتوالي عشان بس نبقى فاهمين التواصلات اللي عندنا كلها في البيوت هي تواصلات على التوازي زي دي كده يعني دي كده انا عندي لمبة وعندي لمبة كمان فانا هنا لما اقفل بداية مع بداية واقفل نهاية مع نهاية يبقى انا هنا وصلت الداية بتاعتي على الايه على التوازي تمام طيب اه دي توصيلة التوازي وقلت حضرتك ان هي دي اللي احنا بنشتغل بها عندنا في المنازل او في الانارة عمتا طب التوالي بقى عاملة ازاي بيكون عندك مصباح كده لمبة وعندك لمبة كمان دي البداية بتاعتك بتوصل الطرفين دول مع بعض يعني بتوصل نهاية مع بداية وتاخد الطرف التاني كده وبكده اصبحت الدايرة ليها بداية يعني بداية اول لمبة هي بداية الدايرة بتاعتك ونهاية اخر آآ لمبة عندك هي نهاية الدايرة بتاعتك دي كده اسمها توصيل التوالي تمام يعني ايه توالي يعني هنا الطيارة اللي هيمرها هيتجزق ما بين اللامبتين دول وبالتالي هتلاقي اني دايما الاضاءة دي هتلاقيها منخافضة كل ما يزيد عدد المصابيح ده معناها ان الطيارة اللي بيمر هنا عندي خلق جزئي يتجزق او الجهدي بتاعي ما بقى متجزق ما بين المصباحين المصباح الاولاني هياخد جهدي في واحد والمصباح التاني هياخد في اتنين احنا عارفين ان احنا عندنا في البيت المتين وعشرين فولت تمام فهنا على التوازي المتين وعشرين موجودة على المصباح الاولاني والمتين وعشرين موجودة على المصباح التاني لكن المتين وعشرين هنا هتتقسب على المصباحين الاتنين دول علشان كده هتلاقي ان احنا دايما في دوار الانارة بنشتغل في عملية التوصيل على التوازي عشان نخلي الجهد ثابت على اللمبات ايا كان عددهم وبالتالي ناخد كامل قوة الاضاءة بتاعة المصباح بتاعي تمام النقطة دي كانت مهمة جدا عايزين نبقى عارفينها ومركزين فيها عشان نعرف احنا ليه بنوصل على التوازي او حتى لما يجيلي فني عندي في البيت عشان يوصل ويسألني حاجة زي كده ابقى فاهم كويس جدا هو بيتكلم عن ايه والكلام ده احنا بنمر به في حياتنا العملية تمام نرجع تاني نبص مع بعضينا نلاقي ان ده الشكل التقليدي هنبص بعد اذنكم على اللاب هنلاقي هنا بيقول لي ان دي توصيلة اللامبة بتاعتي دي لامبة عادية جدا لامبة في الورسينتة اهيه شايفين حضراتكم اهو ده الشكل التقليدي اللي موجود في الواقع اه اللي احنا بنشتغل به او اللي احنا بنشتغل عليه اه دي ده بادي الاضاءة او الاستيتر اللي انا بكلمكم عليه ليه طرفين تمام بوصل الطرفين مع اه الجنبين او مع ناحيتين ما ينفعش ان انا وصله في جنب واحد ده الملف الخانق بتاعي برضو ليه طرفين بوصل طرف من اللامبة على الملف الخانق والطرف التاني بيروح على المنبع ما تنسوش ان المنبع بتاعنا عبارة عن مئتين وعشرين فولت وبالتالي انا هنا الدائرة بتاعة اللامبة الفولوسينتك تمرت بهذا الشكل نشوف مع بعضينا بقى لو احنا عايزين نعمل اه لمبتين على التوازي ازاي نتعامل وازاي ننفذ لمبتين على التوازي علشان تعمل لمبتين على التوازي اه او علشان توصلهم وتوصل كل واحدة فيهم تتحكم فيها لوحدها فانت هنا محتاج ان انت توصل حاجة اسمها مفتاح نجفة او بيسموه مفتاح مجوز المنبع داخل منه طرفين عادي جدا مفيش مشكلة بيدخل على البواط بتاعي بينزل هنا عندي بيكون عندي هنا كام سلك او كام طرف تلات اطراف وبعد كده بيكمل تلاتة كمان برضو وطلعين من البواط ورايحين على اللمبتين الفلورسينت بتوعي اللي انا كنت بكلم حضراتكم عليه تمام طيب الكلام ده هنا ننفذه ازاي كالعادة احنا بدأنا نروس المكونات قلنا ده المنبع ببدأ دايما بيه وجيت تحتي هنا حطيت المفتاح بتاعي مفتاح ده نوع ايه مفتاح مجوز شايفين ادي واحد مفرد اهو واحد مفرد وانا هنا لان انا وصلت اه البدايتين مع بعض بتاع المفتاح وخدت منهم طرف اه واحد بس واللواء الداخل تمام عندي هنا كام لمبة فلورسينت عندي هنا لمبتين فلورسينت كويس هادي اللمبة الاولى وادي اللمبة التانية التوصيلة نفسها ما فيهاش اي اختلاف عن اللي فاتت ما عادة ان انا هنا زودت لمبة كمان جديدة اللمبة الجديدة حطيتها بكل المكونات بتاعتها وحطيت معاها كمان الملف الخانق وحطيت معاها بادئ الاضاءة بتاعتها علشان ننفذ الكلام ده يا حضرات او عشان نشوف الكلام ده وننفذه بطريقة صحيحة خلينا نقول مع بعضينا ان اه المفروض ان انا ارس المكونات بطريقة صحيحة علشان ما يحصلش تقاطع ما بين الاسلاك وبعضيه اه ركزوا معايا هنا كده في البوضة بالرغم انه فيه سلك اتنين تلاتة ودي واحد هنا كمان اربعة نازل منه تلاتة الا ان ما فيش سلك لمس التاني ليه لان انا لما رصيت المكونات بتاعتي رصيتها بحيث ان انا النيوترال هنا انا حطوطي فوق علشان ياخده مباشر لللمبات المبات الاولى ويده لللمبة التانية بدأت به ودخلته آآ على المفاتيح من تحت على المفتاحين اللي موجودين معايا علشان اضمن ان المفتاحين اللي موجودين قدام حضراتكم دول اللي اتنين يتغذوا بالطيار بعد كده خدت الخارج اللي خارج من المفتاحين المفتاح الاولاني والتاني وخدتهم الاتنين ومشيت بيهم وغزيت بيهم مين اللمباتين الفلوسينت اللي موجودين قدام حضراتكم دلوقتي الميزة هنا يا شباب ان اللمبة الفلوسينت اللي موجودة قدام حضراتكم دي اقدر اتحكم فيها آآ بكل واحدة فيهم لها المفتاح بتاعها المفتاح المنفصل او المختصر بالنسبة لها وبالتالي تقدر حضرتك آآ تتحكم في اللمبة الاولى بالمفتاح الاولاني واللمبة التانية بالمفتاح التاني. يبقى هنا احنا قدرنا نبقى عندنا في المكان او في الغرفة بتاعتك اللي انت عايش فيها لمبتين في الوروسينت. انت عملت في بداية ونهاية الغرفة كل نهاية لمبة وفي البداية لمبة. بس كل لمبة فيهم حضرتك بتتحكم فيها من مكان مختلف. تمام? ناخد اه دايرة كمان. بدل مكانة اه اه مصباح في الوروسينت هيكون المصباح العادي بتاعي زي ما انتو حضرتكم هنا شايفين. في الدائرة الخطية هنا بيقول لي ان داخل عنده طرفين. الطرفين اللي داخلين عندي داخلين على مفتاح ميجوز. ثم بعد ذلك عندي خارج من البواد ثلاث اسلاك ورايح على مجموعة او نجفة مكونة من هنا من كام من ثلاث مصابية. تمام? طيب في الدائرة التنفيذية ها المنبع بتاعي زي ما حضرتكم كده شايفين المنبع. المنبع بتاعي عبارة عن ايه? عبارة عن وعندي المفتاح المفرد بتاعي. المفتاح المفرد هنا زي ما انتو حضرتكم شايفين اه لحطيت جنبيه واحد تاني. اتحول الى مفتاح ميجوز. وعندي كمان هنا اه المصباحين بتوعي اللي انا كنت بكلم حضرتكم عليهم. الفرق ما بين دي والدائر اللي فاتت ان هنا كل مصباح هتحكم فيه لوحده. يعني مش هتحكم فيهم اه مع بعضيهم. وبالتالي ممكن اخد اكتر من مستوى للاضاء. طيب اه بعد اذنكم هنبصوا مع بعضين هنا على الداتا هنلاقي انه علشان ينفذ الكلام ده ويقدر يعمل اه توصيلة لمبة او لمبتين على التوازي. هنرسم ونحط المكونات بتاعتنا بمعنى ان احنا هنا هنيجي نحط اللمبة الاولى. اه دي اللمبة الاولى بتاعتي اهي. اه دي الطرفين. وادي اللمبة التانية. اوكي. وعندي هنا مفتاح ميجوز. اه دي اه ريشة. اه دي اتنين. يبقى ده كانوا مفتاح مفرد لوحده. ده مفتاح مفرد لوحده. اه دي الريشة بتاع الاول. وادي الريشة بتاع التاني. وادي الزرار بتاع الاولان اللي بضغط عليه. وادي الزرار اللي انا بضغط عليه بتاع المفتاح التاني. يبقى المفتاح المجوز او مفتاح النجفة بالنسبة لك هو عبارة عن مفتاحين مفرد. بس الفارق ان انت هنا بتلمس الاتنين دول مع بعضيهم. بحيث ان حضرتك هنا زي ما انتم كده شايفين ان الاتنين دول باخد منهم طرف واحد. تمام? طيب المنبع عندك هنا كم طرف? طرفين? ادي النيوترال وادي اللاين. جميل? طيب النيوترال ده احنا متفقين قبل كده وعارفين بيروح فين? النيوترال مباشر كده على طول ويبدأ ينزل يغز اللمبات اللي عندي ايا كان عددهم. يعني عندي لمبتين تلاتة اربعة خمسة ايا كان عدد اللمبات. طيب اللمبات بتاعتك دي بقى تتغزى ازاي? بندخل اللاين اللي موجود ده محضراتكم ده باخده وبدخله على المشاكل اللي انا عمله للمفتاح بتاعي. يبقى انت هنا اللاين مشي معانا ونزل بدأ يغزي المفتاحين اللي اتنين دول اللي هو المفرد والمفرد اللي انا لما حطيتهم مع بعضيهم اصبحوا مفتاح مجوز او مفتاح ناجف. طيب عندي هنا ايه بقى? ها عندي ادي الطرف الاولاني اهو. ده يروح ياخد واللمبة تقابله. والمفتاح التاني يروح وياخد اللمبة التانية اللي هتقابله. يبقى انا هنا عملت ايه? يبقى انا هنا وصلت كل مفتاح من دول اه بلمبة من اللمبتين بتوعي. هم اوكي متوصلين على التوازي. لكن انا ممكن اه بدل ما خلي الناجفة بتاعتي اللي عندي في البيت عبارة عن اتنين بس. انا ممكن اعمل الناجفة بتاعتي باكتر اه من مصباح. ازاي يا مستر? يعني ممكن في الدارة الخطية يعمل لي كده ويقول لي هنا اكس. وييجي جنبها يقول لي مثلا اتنين في اتنين. او اتنين في تلاتة او اتنين في اربعة. اه الاتنين دي الاولانية دي بتمثل عدد المجموعات. يعني ايه? يعني انا هقسم الاضاءة هنا على مجموعتين لان انا عندي المفتاح المجوز عبارة عن رشتين. علشان كده انا بقول لحضراتكم هنا ان الاتنين بالنسبالي بتمثل عدد المجموعات اللي موجودة قدامي. طيب تمام. طيب الاتنين او تلاتة او ممكن حتى يقول لي اتنين في واحد او يقول لي اتنين في اربعة. مين ده بقى? مين الرقم العمالي يتغير ده? الرقم ده يا حضرات بيمثل حاجة اسمها عدد اللمبات. يعني انت المجموعة الواحدة هتخط فيها كام لمبة? تمام? في الدايرة دي اللي قدامكم دي اتنين في واحد. اتنين ايه? مجموعتين? كل مجموعة فيها لمبة واحدة بس. طيب لو سمحت بعد اذنك بدلا ما نخليها اتنين في اتنين هنخليها مسلا اتنين في تلاتة او اتنين. لو اتنين في اتنين اعمل ايه? اللمبة دي اجريت بداية وتاخد نفس النهاية. تمام? اللمبة التانية اهو نفس الكلام. وبكده يبقى انا قدرت اعمل توصيلة اه مصباح على التوازن. النهاردة احنا اتكلمنا على ازاي ننفذ مجموعة من اه دوائر الانارة المختلفة. وقدرنا نتعامل مع المفتاح المفرد والمفتاح المجوز. قدرنا نوصلهم مع مفتاح او اه مصباح او اكثر. سواء كان المصباح ده مصباح عادي او اه مصباح في الروسينت. الكلام ده احنا اه موجود معانا في الواقع. موجود ما عندنا في البيت. وبنتعامل معا دايما كل يوم. فيهميني جدا ان احنا نكون فاهمين الكلام ده بيتم ازاي او بيحصل ازاي. وبكده اه يكون انتهى وقت حقيقتنا النهاردة. نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.